مرحبا بكم اني سلكل الفيديو متاع اليوم جو في جو كي نعمل تحذيرات الطاولة متاع رمضان ان شاء الله مش طاولة تنهار له الرمضان احتفال بقدوم رمضان من عام اللي فايت هكية دخلتها في العائلة وبإذن الله كل عام ان شاء الله بل نقدر نعمل هكية طاولة نفرح بها العائلة و ندخل بها اجواء رمضان حاجة اخرى حاجة روعة طاولة نعمل هكية طاولة نعمل لنظرنا نعمل لنظرنا الامبير و نعمل لنظرنا الصندوق مما تستخدم الحافلات والاحتفالات كما يسمي ايضا ايضا نعمل لنجمع الامبير احضرنا احضرنا بسيطs و كيف تحلوه الزينات تقريباً من الزينات كانت النجمة الدورية من صندخاكوخ والكل حتى واحدة فيه وما تفوت أنورو المهم جاءت هذه الزينات سكرتها كما ترعوها بطرمبون في باري فما ديت التوتوت نجم تعملها واحدة كفداء من المغرومين يجب على اليوتيوب هذه واحدة كبيرة ومعها واحدة أخرى صغيرة خاصة اللي عنده صغار يدخل عليهم الفرحة والبهجة ويفرق بين عيدنا ومش عيدنا أعيد الديانات الأخرى وأعيدنا نحن باللي نقدره نعود ونقولها مش لازم حاجة تكون مكلفة باللي نقدره هذا ما نعلاقه من شاء الله من بعد والمبير اخذت كل ثلاثة مبير ومشيت شكيكات متعامل لك وكل ثلاثة مبير مثلا زوز دوري و واحدة بيضة والبيضة فيها كل ورد وزوز دوري و واحدة قريب نربط ثلاثة مبير ثم خيط وربطت كل شكل وكنت على محدة تنفيذ وضعت نجمة من فوق أو حاجة ن张بلا سابلي 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 خذت 150 جرام زبدة 30 سجوند في الميكرو وانت 400 جرام 100 جرام 8 جرام خميرة باكوسوكور فاني 70-80 جرام سكر بودر ورشة ملح الزبدة والفاني والملح ونخلط الكل مع بعضه حتى يذوبه من بعد نأخذ ونقعد منشين ونغرب ونغرب حتى يدخل فيهم الهواء ويأتي ورطبي ولا يستحقوا عجلين هذه الأسطوس تفرق في التكستور والسكر لا يوجد بودر أي نوع سكر سكر أبيض أبيض اضرب ترتاح حتى يترك من المصدف ثم اضرب اضرب سكر نضع مباشرة ونضع المباشرة ونضع مباشرة نضع مباشرة نضع مباشرة أخذت من ألي إكس بريس لدي مدة زادة أخذت طوائب عدوما متع السابلي أو طوائب عدوما مع واحدة كيله ليل وهابتيد منه نجوم واحدة مكتوبة عيد مبارك ورخوا كل عام وأنتم بخير واحدة كمالفينوس رمضان كل واحدة حسينوش مكتوب عليها قلت لكم راني كنالقى فرصة كمها نشري ونخبي عام صندوق معناها صندوق الباك وهذا متع الامبورت بيس تقريبا ما تكلف ليش دورو لاحظة أقل أنه روح حاجة غير الواحد في وسط العام دي ما يقرح سيبوين يلقى فرصة حاجة كي على قد اليد يخذها ويخبيها إذي عيد مباركة أو كمش بش ننقلقكم يعني ونوريكم بالديتايب الواحد بالواحد أو كجيست واحدة في هزد عجبتني تقول عليها عالم تونس فيها هليل و النجمة حسينوا حاجات هكية تدل على العروبة متاعنا و الإسلامنا و جونا و رموزنا طوا نهزهم بالسياسة هاو كعملة واحدة دي كم نهزهم و نحطهم في الطبق پابير كويسون مئة و خمسة وسبعين درجة الفور يخدم و طواقق عندي قالب زادة هذائم يخذته من السوق منطع سابلي لسقني من الأول لما بعد وليت نعمله بالفارينة نرش عليه الفارينة باش نبعد ملسقوش لديه الطابع ايضا في الطابع لتأخذ الطاق اللطاني و بعد حط الطابع لطاق الفوقاني إن شاء الله تكونوا فهمتوا و هذا الطاق الفوقاني و بلاتهم تحط المعجون ولا كراميل ولا شوكولة طيبتهم في الفور تسعة عشر دقائق لا يفوتوش مئة و خمسة وسبعين درجة و حتى أقل إذا فورك قوي يحط أقل ثلاثة أطبقة تقريب جوني ولا أربعة أطبقة من أكثرية ثلاثة أطبقة حتي تأكد سابلي يذوب في الفم إنودكم ومنشاهيكم حتي تويبرد غاديكا و بعد عملت له معجون فريز عندي صانسوك خاجوتي عملتك المعجون فريز و جيت له هنا بش نعمل قاتوب لنقدم ميزة كرام فريش و جيت كرام فريش يجب بالكرام كرام فريش ثلاثة أكثر نعمل قاتوب لإضافة كرام فريش سميك يكيل كيك اكثر من النقات اخذت ثلاثة كعبة عظم اضعت عليهم اربع كيس سكر ورشة ملح وباكو فاني اركضتهم ليف مبعضهم اربع كيس الزيت ونكمل نركض انا راني بالياغورتة الاخرين نقصتهم اما الكيس متاعي وقصت حسب تقريبكم كوي اغورتة ونقصت كريم فريش ونقصت كمال بس بوسة جاءت يقصت كمال بس بوسة بالضبط اضعت بيكاف في شيء وقصت فرينا ونقصت كمال بس بوسة ونقصت كوس فرينا مزوز يوغورتات نورمال مانفيرين و باكو خميرة بعد ان اخليت التباق فلفور يمكن ان يمكنها بنينا و حتيت فلفور مدة 25 و 30 دقيقة و كمانا نضيف اطعام شحور سكر و غداقاف خففته بالعطر الشيه خففتها من أشان مطعمها خفيفة ماء مخففة بالماء سينالي عنده عطرشية قوية تضع ماء أو تضع سيروم شحور على روح السكر وتضع سيروم بطبيعة أو لبانية لأكثر عطرشية يبنين على الأخر وسقيتها بهذه السيروم ثم اضع سيروم بطبيعة رمضان و غمضان الزينة تظهر منظر أخر لدينا فصدق و عامل به الكعابر و الكعابر لا يسلق فيهم الفصدق إذا تقوموا بالشحوق لماذا لا يوجد ظاهر بل كده بل كده غمضان مكتوبة بل كده الزينة و كهو ثم دورتها بفريوة مرحية و الزينة أحضر يقعدوا منهم لطاولة رمضان و منهم يقعدوا ليمية الصحور و ليمية اللولة يقعدوا ليمية العشويات قبل 30 تقريبا و قبل الأمر نحن نحن نقوم بفندان و نقوم بفندان و فندان وصفة أمل من الكتاب المتاحة من قبل 200 جرام شوكولاتة 100 جرام سكر 3 عظمات و 100 جرام زبدة 50 جرام فيرينة 50 جرام هذا نتفكروا ثم عملتها في التخليط قليلا و ثم صبيتهم و زادة هدومة الكيسات دوري أخذتهم زادة من سيت شيين و صبيتهم فندان و ندخلهم للفور 4 المتاحة 180 درجة 10 دقائق إذا تحبهم فندان كوكولات الإخذتهم كيكو يتعلقوا كيلغاتو منظر ومن بعد كي تفيت عليها الفور خاطر الوحدة ثقيل الكريم فريش نعرفه في القاتو تصلح القاتو في مول أصغر بش تجي أعلى شوية تقسمها على ثنين بش تحط فيها قجدة ولا كريم فريش ولا كريم شانتي وعندي جودورانج خرشته وصيتروناد خرشته وعملت تطبق والبركات في نهارة في نهارة عملت مئة ألف حاجة بدأتها من رفيس التونسي للبركات للسبلي كلهم عملتهم فردة نهارة ومن بعد اخذتها كسبلي وزينت وعندي البايتة وضمت أنيمون تيخ زينت كعبتها كيكا والأخرين حطيت لهم شوية كراميلة كيكا من فوق وكل واحد بطبيعي زين كما يحبهم والأخرين خليتهم نورمال أنا محبش الزينة في السبلي والرفيس من البطاق حطيت له زينتوا بكل الكوردان والطاولة ها هي حضرت وريتكم البركات عملناه فيديو مع بعضنا لقيتوا والفندان والسبلي عملناه اليوم مع بعضنا كل شي تقريبا والرفيس عملت لكم زينت لكم فيديو الرفيس عملت تاي خضر معه تعرفوا تاي خضر و نتبقي لكعابر نحب أتوفركم واحده في فيديو إن شاء الله و غدوه يمكن واحده و هذه طاولتنا و عشويتنا و جونا و عملنا جاو حسيله طول أمل قلينا نتضع غنيت شسمه يقول صلي على شي دنيبي شكري بو زين و حاطوا كل غنيت و نشيخوا تشرفوا بما نحن المدينة وعيد ونصورنا البخور وقد الوحيد ونحن نصوروا بعضنا ونحن نحن جميل ونبدأوا شيخين الحمد لله معناها يمكنني لديه دائما نعود ونقولها لا يجب شيئا تكون السيوجيستيكي كنت ببسط حاجة ببسط حاجة نفكر دائما صغارنا في الغربة ولا في تونس ولا في أي بلاد في تونس والترا في غربة بالحق متع صغارنا في أي بلاد فكروا صغارنا اللي فما رمضان هذيك هو معناه يقولون احنا قادمنا بالعبادة مش معناها قادمنا يعني متغشين على كون مش تتقطع لنا الماكلة ولا لا لا بالعكس نستقبلوه بشهر الرحمة شهر الغفران شهر العبادة شهر التقوى شهر الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة اللي واحد يبدل في روح وحاجة بيه هي الصدقة يكثر معناها في العبادات على خطر الحسانات مضاعفة فيه الأجر مضاعف فيه أكثر من الأيامات العادية في حاجة سبيسيال ويكللوا بالعيد الصغير اللي هو العيد الفطر وهذاك معناها النهار للنتيجة متع الامتحانة كثلاثين يوم ديم نرسخولهم هكا في مخاخهم الشي هذي والجو هذي باقي ديم الحاجة هكاية اللي تبدأ فيها فرحة راهي تقع الذكرة جميلة حتى الكبير أنا واحدة من اسكي نتفرجتهم في فيديو اللي عملتوا من طاولت رمضان عام ناول طاولت رمضان قبله كل شيء احساس محليه طول العام نحط ونبدأوا نتفرجوا فيهم احساس جميل سبحان الله وقتها يمكن واحدة بتتعب ما يحسش لكن من بعد كيت عدا مد طلقة وقعها طلقة لي هي خليت بلاستة وخليت وقع هكا في القلب محليه والله هكا ها وهذا الفيديو بتانا كين لليوم نخليكم عبقية الأجواء وإن شاء الله تكون عجبتكم ووصفيتنا كينو لليوم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله وبسلامة ترجمة نانسي قنقر